السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ البني وهنعملها مقرمشة ومستوية من جواه والخلطة بتاعتها سهلة جدا والطريقة كمان سهلة وسريعة وهتعجبكم ان شاء الله شايفين البني مقرمش من بره جدا وكمان مستوي من جواه والطبقة ما سابتش البني وخرجت ولا اي حاجة زي ما انتو شايفين بالمنظر ده حلو جدا وكمان الولاد بتحبه جدا 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 عندي هنا كيلو من الفراخ البني او الصدور البني عندي هنا بصلة كبيرة فرماها ناعم جدا عندي هنا علبة زبادي عندي هنا ربع كباية من عصير اللمون وربع كباية من الخل الابيض وهنحط بقى ايه كمان معانا طبعا الخل واللمون بيساعدوا ان الفراخ بتاعتي تبقى مستوية وما تشدش في الاكل عندي طوم بودر وبصل بودر انا حطها معلقة صغيرة بس مش ممسوحة مليانة ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الجنزبيل بيدي طعم حلو جدا الفراخ البني ومعلقة بابريكا وكمان هحط معلقة من الملح هقلب كل الحاجات دي مع بعضها هحط معلقة من الملح كمان هقلب بقى الخلطة بتاعتي دي كلها مع الفراخ كويس وبعدين هغطي عليها واسبها في التلاجة مش اقل من ساعتين عندي هنا بقى هنحضر الخلطة اللي هنحطها للبني عندي هنا كيس دي جيتار انا بحب جدا اعمل الخلطة بتاعي البني كذا حاجة مع بعض مش بكتفي بحاجة واحدة عندي هنا الفتاة بتاع العيش الفينو بحمص العيش الفينو واطحنو عندي هنا البقص ماط اللي هو بنشتريه جاهز لو عملت الخلطة دي مع بعضها هتعجبك جدا بتدي طعم حلو جدا للبني عندي هنا اتنين بيضة وهحط عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح وهنزل عليهم هضربهم كويس الاول وبعدين هنزل عليهم بربع كوباية من اللبن او الحليب تمام هقلبهم كويس كده وبعدين هنزل باللبن بتاعي طعم العيش الفينو اللي بنحمصه وبنطحنه بيبقى اجمل بكتير من البقص ماط الجاهز بس انا هنا بحط التلاتة مع بعض وممكن تكتفي بالبقص ماط وممكن تكتفي بالفجتار بس التلاتة مع بعض طعمهم حلو جدا عندي هنا تقريبا كوب من الدقيق الدقيق بقى هنحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج بودر مش هنحط اي بغارات ولا اي حاجة في الدقيق بس هنكتفي بكده هقلب بقى الخلطة بتاعة الفيجتار والبقصمات وفتفيد العيش الفينو وكمان هقلب اي دقيق مع البيكنج بودر البيكنج بودر بيخلي الطبقة الا على البنية هشة ومقرمشة دلوقتي هاخد البنية بتاعي هنزل بيه كده هنعفره في الدقيق ديق بيمتص اي رطوبة في البنية عشان يخلي الطبقة تمسك فيها وطبعا هطلعه من الدقيق احطه في البيض وانزل في البقصمات بس لازم اضغط عليها كويس علشان البقصمات يمسك فيها كويس جدا جدا نحاول على قد ما نقدر ان نطلع البنية من الخلطة بحيث ما يكونش شايل عليه حاجة خالص احنا خلاص نقعناه لمدة ساعتين شرب كفاية من الخلطة فانا مش عايزة بواقي من الخلطة عليه ممكن كمان تنشفيه بمنادية المطبخ تمام هنشيل زي ما احنا شايفين الخلطة من على البنية وحطه فيه دقيق علشان يمتص اي رطوبة والبيض والبقصمات يمسك فيه وانزل في البيض وحطه في البقصمات ولازم اضغط كويس علشان البقصمات يمسك في البنية بتاعي انا بقى طريقتي مختلفة انا مش هحطه في الفريزر ولا هبيته ولا هسيبه على طول طلعته من البقصمات في زي سخني جدا جدا درجة حرارة عالية هنزل بالبنية بتاعي مش هقلب البنية بتاعي غير لما احس ان الطبقة اللي تحت بتخرفش كده يعني ما ارمشها واقلب على الوش التاني وهد النار خليها متوسطة عشان يكمل سواه لكن مش هقلب البنية بتاعي خالص طول ما الطبقة اللي تحت حساها لسه طرية وما ارمشتش دي المرة التانية المرة التالتة لازم اغير الزيت علشان البوائي ما تتحرقش وتغمالي البنية بتاعي دلوقتي ما شاء الله البنية بتاعي جاهز جنبه بقى كاتشب جنبه مايونيز اي حاجة من اللي بتحبيها وبقى الفهنة جربي ان شاء الله هيعجبك شايفين الجمال طعمه حلو جدا ومزبوط بالملي ومقرمش من برة ومستوي من جوه يارب الفيديو يكون عجبك ولو كان عجبك ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ولو ليكي اي استفسار اكتبلي في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته